استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن بالإضافة إلى تاهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية للشباب العاملين في هذا المجال جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي ورئيس مجلس إدارة شركة لرسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن بيتر لرسن وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية